وخلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على مستوى الخارجية العرب أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تتطلع لاستمرار الجامعة العربية في دعمها فيما يتعلق بتلك القضية وأعرب شكري عن رفضه للمواقف المتعنتة في ظل خطوات أحادية الجانب مؤكدا على ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع خاصة وأن مصر ترصد عدم تغير الموقف الإثيوبي بشأن قضية سد النهضة استضافة القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية يوم 27 و28 أغسطس تبين خلالها عدم وجود تغير في الموقف الإثيوبي وعدم وجود توجه لأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الإحادي اتصالا بملء وتشغيل سد النهضة ومع استمرار المساعي المصرية الحثيفة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجميع العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الإحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع ترجمة نانسي قنقر